وبعد مرور 3 ايام عمل تقريبا تم توصيق حسابي على الواتساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده ممكن يهم بعض الناس لاصحاب المشاريع ازاي تقدر توصق حسابك على الواتساب بعلام الصح الخضرة او ازاي تحصل على اشارة الخضراء للواتساب علشان تظهر للعملاء او الزبائن بتاعك ان ده السطحة او حساب الرسمي بتاعك على الواتساب انت سمعت قبل كده عن توصيق الانستجرام توصيق الكيس بوك لكن في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي تقدر توصق حسابك على الواتساب ويلا بنا كده نبدأ الفيديو اهلا بكم تعالوا بنا كده نعمل حساب من الصفر على الواتساب وكمان نعمل له علامة التوصيق الاخضر لكن هنتظر كزا يوم كده مع بعض لحد ما يتم عملية التوصيق اول حالة بتفتح الواتساب اعمال بعد كده تغير عندك على الموافقة والمتابعة وبتكتب رقم الهاتف مع كود الدولة الخاص بك انا هكتب رقم الهاتف الخاص بيه اللي هو رقم البزنس بتاعي انا دلوقتي كده باكتب رقم الهاتف وبعد كده بوضع على كلمة التالي يولي جار الاتصال وبعد كده بيبعت لي كود تفعيل عندي على التليفون بتاعي زي ما انتا شايف كده انا هكتب كود التفعيل بعد كده انا بضغط على انشاء ملف نشاط تجاري بتكتب اسم البزنس بتاعك يعني على سبيل المثال ان انا هكتب اسم البزنس بتاعي انا تمام بعد كده بتضغط عندك كلمة تعليم دي اضغط عليها ضغطة واحدة كده وبعدين بتختار بقى النشاط التجاري يعني شو بيتكلم عن ايه سواء كان تعليم سواء كان مستحضرات وتجميل فنون وطرفيه ملابس على سبيل المثال ان انا اختار عندي هنا الملابس لكن هي فعلا الخبمة اللي انا بعملها دي خبمة تبع الملابس بولي هنا ضيف الوصف وكمان عنوان للنشاط التجاري هتضيف عنوان للنشاط التجاري انه من هنا مصر او حسب المكان اللي حضرتك فيه وصف المتجر ده ممكن نحدد فيه الملابس الرياضية بعد كده بتضغط عندك على كلمة التالي بس ما تنساش ضيف صورة كويسة كده للمتجر بتاعك او البزنس بتاعك انت زي ما انت شايف اضيف الصورة اللي قدامي دي كده بعد كده بغط عندي على كلمة التالي بعد كده بتنتظر هنا بقولك جاري التهيئة بعد كده تستنى حد ما يتم فتح الصفحة بتاعتك قال لي هنا انشاء كتالوج يا ريت تقول انت بتنشئ كتالوج بالفعل علشان اه تعرض لناس البزنس بتاعك انت وكمان بتثبت للواتساب انك شغال يعني الحساب بتاعك شغال دلوقتي بتغطي عندك على كلمة اه بدء الان وتبدأ بقى تضيف معك الكتالوج لكن انا هضيفها في يعني في نهاية الفيديو او بعدين بعد كده تضع عندك على كلمة ليس الان زي ما انت شايف كده بتاح لك هنا ملف النشاط التجاري يازم تملك البيانات اللي قدامك دي اول حاجة بتضيفها ملف نشاط التجاري احنا قلنا هنا النشاط التجاري بتاعنا هنا مكتوب سوق في صندوق دلوقتي الملابس بيتكلم عن الملابس الرياضية قلنا العروان بالحدد العروان هنا تاني ونقول له هنا تحديد الموقع الخريطة او تكتب هنا مصر وبعد كده تضع عندك على كلمة حفظ زي ما انت شايف كده المهم هي انا تعدل على الجدولة بتاعتك اللي هي ساعات العمل بتحدد انت ساعات العمل براحتك ممكن تفتح كل الزمام على مسلا يوم الجمعة واليوم العطلة دلوقتي انا بتكتب البريد اللي الخاص بيك انت او الخاص بالبزنس بتاعك شرط انه ما يكونش فيه بقى اللي هو مسلا على نسو اوفيس عنده خمسة وعشرين لا اكتب على طول اه يعني احاول تختار بريد الكتروني مميز سو اي او كي ان بوكس آت جيميل دوت كوم تمام زي ما انت شايف كده بتضغط عندك على كلمة حفظ بعد كده بتحط هنا الموقع بتاعنا اللي هو سو اي او كي ان بوكس كوم تمام بعد كده بتضغط عندك على كلمة حفظ يبقى احنا كده شرط اساسي يكون عندنا حساب شميل ومعانا كمان موقع ويب وكمان بنضيف المنتجات وكمان نضيف معها اضافة الفيسبوك والانستجرام اضغط عندك على كلمة اضافة الانستجرام تمام وبعد كده بتربط الانستجرام بالواتساب يعني عادي جدا موضوع مفيش فيه اي لخبطة ممكن تربط الواتساب بالانستجرام عادي او بتربط الفيسبوك بال respirator بالواتساب. دلوقتي انا ربط الفيسبوك مع بعض كده.ة زي ما انت شايف كده انا ربط الفيسبوك معي بالواتساب. وكمان شوية كده هربط على الانستجرام بس فانا عشان بتقولش عليه كفاية الفيديو. زي ما انت شايف كده انا انتهيت من كتابة حتى وضع المنتجات وربط الواتساب بالفيسبوك والانستجرام. وكمان غيرت الاخبار بتاعتي خلته مدبر الكتروني والمنتجات زي ما انت شايف لو ضغط عندي على كلمة ادارة بلاقي ضيف منتجات زي ما انتا شايفت كده. طيب. دلوقتي بقى انا عاوز ان انا اعمل على توصيق الحساب ده. او اعمل على توصيق الاكاونت ده. مفرض علي ان انا اعمل ايه? يعني حتى كمان لما يجي يروح عندي على الاعدادات او اروح عندي على النشط التجاري اللي في عالمية التوصيق موجودة هنا كالعادة. طيب. كل عليها بس ان انا بروح عندي على اه منصتين دول او موقعين اللي يسيب لك الرابط بتاعهم في التعليقات او الوصفة. اول موقع هنا بتحول الواتساب الاعمال اللي هو الواتساب بيزنس لمشروع او شركة صغيرة. يعني بتقول للواتساب ان انا عندي مشروع على الواتساب عاوز اعمله اه يعني مطجر وعاوز احقق له مبيعات وبالتالي اقدر اوسق من عليه الحساب بتاعك. زي ما انت شايف كده هنا بقول لك الاسم الاول وبتكتب هنا اسم البزنس بتاعك والاسم العائلة. تكتب اسم اسمك انت عفوا. هنا بقول لك البريد الالكتروني للعمل. شوف بقى اكتب هنا ازا ما احنا اتفقنا. سوق ان بوكس. ات جيميل دوت كوم. تمام? اضغط هنا الدور الوظيفة. اضغط هنا مسلا ونختار ان هنا اه تسويق. زي ما انا قلت لك. اسم الشركة. هنا سوق في الصندوق. تمام? اين يقع مقار الرئيسي للشركة? اختار المقار الرئيسي بتاعك حضرتك انت. انا اختار هنا ايجبت. وبعد كده هنا قلت لعملك على الواتساب. اضغط هنا اه العملي. تمام? بعد كده كم عدد الموظفين في عملك? اختار عدد الموظفين. مسلا اختار من واحد لتسعة. وبعد كده بتوافق على السياسات الخصوصية على ميتا. ميتا دي معروف انك بتقدر توسق اي حساب على اه منصات التواصل الاجتماعي ساقطيص بقل منستجرام. اه ممكن بتختار ميتا. دلوقتي بتضغط على كلمة يقدم. تمام? وبتقدم الاستمارة دي للواتساب. زي ما انت شايف كده تم تقديم الاستمارة دي للواتساب. امالينا البلاتفورم زي ما انت شايف كده. طيب. دلوقتي برجع تاني على الواتساب. وبضغط عندي على دعم الفني. وبتختار هنا الواتساب اعمال. اضغط على كلمة تصف بنا هنا. وبتختار عندك هنا الرسالة او بيبعث لك هنا البريد الخاص بالواتساب. كل عليك بس بتفتح حساب الجميل. وبعد كده بتروح عندك تعمل على كلمة انشاء زي ما انت شايف كده. الموضوع الى نقول هنا زي ما انت شايف ان احنا جبنا رابط الواتساب بالشكل ده كده. الموضوع بنجب من هنا على توصيق. حسابي على الواتساب. هنا انشاء رسالة بتبقى تكتب رسالة للواتساب زي ما انت شايف كده. دي اسمها صيغة الرسالة. صيغة الرسالة دي لازم تبعتها للواتساب علشان يتقابل في اه توصيق حسابك على الواتساب او توصيق حساب البزنس بتاعك. هنا يبقى لك طلب شرط توصيق لموقع سوق في صندوق على الواتساب. طبعا انت بتشيل موقع وتحط الموقع بتاعك او اسم البزنس بتاعك. طبعا هنا بتكتب اسم صاحب الفيسبوك وهنا بتبدأ تملى البيانات اللي بين الاقواس بتكتب رقم التليفون اسم المسؤول رقم السجل التجاري لو معاك سجل التجاري. آآ اسمك واسم موقع الشركة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني. انا هامل لكل البيانات دي وارجع لكم من جديد. تمام كده بعد ما تم انتهاء البيانات دي كلها بتضغط عندك على ارسال. والك تم ارسال الرسالة باحنا كده بعتنا نموذج للواتساب وهنستنى معاكم في حدود يومين او تلات ايام لحد ما ينتهي عملية التوصيق. وهنشوف عملية التوصيق هتظهر معنا ولا لا? وبعد مرور تلات ايام عمل تقريبا تم توصيق حسابي على الواتساب واتساب اعمال تقدر تستخدمه براحتك خالص في بتاعك. وبكده انا شرحت ازاي تقدر توصق حسابك على الواتساب. وبكده انا شرح انتهى اتمنى يكون شرح عاجبك. هتلاقي صيغة توصيق حسابك على الواتساب موجودة في التعليقات. واشوفكم بحلقة جديدة. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب. مع السلامة.